موسيقى 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 ان احنا نقولها شابو يعني ليه اللي ما شافش المباراة طبعا المباراة انتهت لصلاح الارجنتين 2-0 لكن لغاية لما جوليان ألفاريز حط الهدف الاول في الديئة تقريبا 29 أو 30 من الشرط الاول للي ما شافش المباراة بقوله انه كندا بمجموعة مغبورة جدا برضو من اللاعبين محدش يعرف منهم حد يعني باستثناء انا شخصيا ما عرفش حد منه باستثناء الفونسو ديفيز ما فيش نجم بالنسبة لي موجود في فريق او في منتخب كندا كونه يوصل اساسا لسامي فاينال كوبة امريكا ده انجاز كبير جدا وكونه الحقيقة يكون بيقدم مباراة أو شوت اول ند بند مع بطل العالم والمرشحة اول لكوبة امريكا بالمستوى ده بل انه كمان يكون الاقرب يعني في النص ساعة الاولى لغاية قبل ما الارجنتين تحرز هدفها الاول كانت كندا هي الاخطر كانت كندا هي الاقرب كانت كندا هي الاكثر اهدارا للفرص لكن طبعا ما احرز جوليان الفارز الهدف الاول للارجنتين اتغيرت الدفة بشكل كبير جدا وانتهت المباراة لصالح الارجنتين من نتيجة 2-0 النهاردة عندنا مباراتين مباراة مهمة جدا في اليورو الساعة 10 هنا بتوقيتنا ان شاء الله هتكون بين انجلترا وهولندا مين فيهم الاقرب لمواجهة اسبانيا في المباراة النهائية اعتقد انه بحسابات الورع والقلم الفرص متساوية 50-50 سكواد انجلترا اقوى بكتير لكن مع ساوث جيت الكافة تتوازن يعني الحقيقة يمكن تشكيلة انجلترا اعتقد انها برضو واحدة من اقوى منتخبات العالم على مستوى الاسماء على مستوى الافراد الفردي يعني لكن جماعيا اعتقد مع ساوث جيت انجلترا قليلة جدا في مقابل هولندا الحقيقة يمكن مقدمتش اوراق اعتمادها للمنافسة على البطولة لكنها قدرت توصل للدور قابل النهائي والمباراة النهاردة بين الفرقتين اعتقد فرصهم متساوية الى حد كبير عندنا كمان مواجهة حاسمة في الكوبة امريكا الطرف التاني للمباراة النهائية تحدد النهاردة بتوقيتنا هنا الساعة 3 الفجر هيكون في مواجهة بين كولومبيا واروجوي ومن وجهة نظري اوروجوي اقرب ولو تقطت اوروجوي عقبة كولومبيا اعتقد انها تقدر تحقق الجيل ده يقدر يحقق اللقب على حساب الارجنتين كل تفاصيل تحضيرات الاهلي تمرنته النهاردة استعدادا لمواجهة بيرامدز كل اخبار النادي الاهلي هتكون معنا في السادسة لكن بعد الفاصل الدافع بالتأكيد كبيرة عند الفرقتين وان كان الدافع الاهلي من وجهة نظري افضل ثلاث نقاط في مشوار المنافسة على لقب الدوري هي الاهم حتى مقارنة بالمباراة تانية اللي هتجمع الفرقين بعد 10 ايام من مباراة الجمعة ان شاء الله كل اخبار الاهلي سكواد النادي الاهلي مدى جهزيته ومتابعة التمرين النهاردة هتكون معنا وتعالوا نشوف معنا اين نهاردة في الاهلي نيوزروم قرار مارسل كولر كان انه بعد انتهاء مباراة الطلاع انه يبقى راحة 24 ساعة دي كانت مبارح النهاردة يبدأ فعليا تحضير الاهلي ده المباراة ويعني المعلومات اللي جاتلي يمكن حتى قبل ما قابل حضراتكم على الهوى انه سكواد الاهلي كله تمام كله فيه تمام الجهزية وكله بيحضر وجهز المشاركة فيه مباراة الجمعة ان شاء الله وده اللي هنعرف تفاصيله اكتر هل برسيته خلاص اصبح جاهز بالفعل هل ممكن يكون قريب من الحسابات وان كان الحقيقة مشاركات الاهلي في مطشطه الاخيرة تحديدا لاربع مواجهات الاخيرة طمنتك بشكل كبير كعزيزي اهلاوي انه الفريق الحمد لله وصل لفورمة ولا اروع في الفترة الاخيرة ساهم في ده بشكل كبير انسحاب الزمالك من مواجهة الاهلي ادى الفريق راحة خد نفس رجع افضل رايق مبسوط مرتاح وبالتالي كانت العروض على مستوى النتائج والاداء مرضية جدا بالنسبة لجماعين نتمنى ان شاء الله السمرار وخصوصا انه في حال فوز الاهلي او تحقيق الاهلي فوز ومكسب التلات نقاط في مباراة الجمعة كل الضغوط والتوترات تبقى على بيرميدز كل الشد او يعني هيبقى بمطالب اكتر بانه ما يهدرش نقاط بعد كده لانه احنا كلمنا حسابيا النهاردة بنتكلم على بيرميدز 68 نقطة الاهلي 57 نقطة الاهلي ليه اربع معجلات وبالتالي حسابيا اذا فاز الاهلي بمعجلاته حتى قبل مواجهة بيرميدز يتفوق على بيرميدز بنقطة مكسب الاهلي بستة بونط تاخد تلاتة بونط تحرم بيرميدز من تلاتة بونط مع اخترابنا من نهاية مشوار البطولة اعتقد انها هتقرب الاهلي بشكل كبير جدا وان كانت المواجهة التانية هي اللي هتأكد بشكل قاطع فوز الاهلي ان شاء الله بالبطولة حال انه فاز في الجولتين سواء الجولة المؤجلة من الزوال 14 للدوري او جولة الدور التانية اللي هتتلعب ان شاء الله يوم 22 طيب لغاية لما نروح التمرين ونتطمن خلينا نروح للمنتخب الولمبي مش عارف منتخب الولمبي بتاعنا واخد عيد يعني طبعا حالة من حالات التخبط الاداري ما عنديش مسامة لها للأسف غير كده كنا اتكلمنا مع حضراتكم انه مفترض ان برح كان هيكون فيه تمرينة وصفر لفرنسا على متن طائرة خاصة عشان تقل لبعثة المنتخب عشان يبدأ معسكره التحديد لأولمبياد باريس وبداية مشواره اللي هبدأ رسميا يوم 24 كنا طبعا واضح واضح ومن المتوقع انه ممكن جدا جدا اجندة التحضير للأولمبياد اللي احنا عارفينها طبعا من ايه من سنين فاتت يعني على اقل تقدير من ساعة لما خلصت بطولة امم افريقيا وعرفنا انها مش بس خلصت من ساعة ما تأهلنا للمباراة النهائية في امم افريقيا اللي اتلعبت في المغرب واحنا عارفين ان احنا خلاص بصرف النظر على نتيجة المطشو مع المغرب ان احنا هنعب في أولمبياد احنا عارفين ده منذ امد بعيد يعني كل التحضيرات والترتيبات مفترض انها كانت تتم في معادها وتم بالفعل حجز طائرة خاصة تم دفع كل تكلفتها عشان تقل بيعثة المنتخب الأولمبي لفرنسا ولكن اطلقبة الجدول هل ده يأثر على معسكر الأولمبي في فرنسا تحضيرات روجيرو ميكالي كان على اساس انه هيلعب 14 مع اوكرانيا 17 مع العراء التأشيرات مجدش على اي اساس تم تحديد معادة الصفر معرفش على اي اساس تم حجز الطيارة الخاصة اللي هتقل البعثة برضو معرفش امتى هنسافر انا ما عنديش معلومة برضو معرفش هل هيتأثر برنامج او معسكر الاعداد بتاع منتخبنا الأولمبي ويتم الاتفاع على تغيير مواعيد الماتشاط بتاعة اوكرانيا والعراء برضو معرفش ومحدش قال يعني ومحدش قال امتى هتيجي تأشيرات كلام ده في علم الغيب ومازلنا فيه الانتظار زي ما حضرتكم شايفين كده احنا مفترض ان احنا كنا نسافر النهاردة لكن لغاية اللحظة اللي بكلم حضرتكم فيها ما فيش معاد مؤكد او واضح لمغادرة بعثة منتخبنا الأولمبي لفرنسا على كل الاحوال خلينا يا رؤوا وبالمناسبة يعني على اهمش ذكر المنتخب الأولمبي وانتو عارفين انه كان فيه كلام داير كتير جدا طول اسبوع اللي فات عن لعبة المنتخب الأولمبي لتحت السن اللي بيلعبه في الاهلي او اللي بيلعبه في بيراملز الاهلي طبعا ما كانش فيها اي مشكلة والاهلي وافق طبعا على انضمام لعبته اللي تحت السن لمعسكة المنتخب الأولمبي في المعاد كل الكلام اللي كان داير وانا اتمنى هنا يكون فيه تنصيق يعني احنا لما بنتكلم مع اتحاد الكرة بصرف النظر عن المسمى او الشخص اللي بيتحدث باسم الاتحاد لازم حاجة من الاتنين ده اللي احنا نفهمه يا اما يبقى فيه تنصيق بين المسؤولين عن اتحاد الكرة المصري بينهم وبين بعض يتم الاتفاق على اين رسالة اللي هتطلع لرأي العام اين رسالة او ايه مضمون الكلام اللي هيتقل لرأي العام او يبقى فيه زي كل حتى في الدنيا حاجة اسمها المتحدث الرسمي ويغيب بقى كل المسؤولين اين كانت درجات او موقع مسؤوليتهم عن التحدث باسم الاتحاد لانه مفيش تنصيق يعني بنسمع كلام من مسؤول كبير في الاتحاد يقول انه كان فيه اتفاق بين الاتحاد الكورة وبين روجيرو ميكالي وبين بيرامدز بموافقة الاهلي على خروج ابراهيم عادل للمشاركة في مباراة بيرامدز اللي هتطلع بيوم الجمعة بعد كي بيطلع مسؤول تاني يقول انه مفيش اي اتفاق حصل بين اتحاد الكورة وبين نادي بيرامدز على خروج ابراهيم عادل والاهلي لم يكن طرفا في المعادلة طب احنا هنصدق مين يعني انتو الاتنين بتتكلموا باسم اتحاد الكورة المصري او باسم الاتحاد المسؤول في الفترة الحالية عن رحلة ومشوار المنتخب الأولمبي مناسبة ابراهيم عادل متصاب ومش هيخرج من المعسكر ومش هيلعب في حدود معلومات يعني مش هيشارك في مباراة عنده اصابة في العضلة الضمة واعتقد يحتاج 3 ا 4 ايام عشان يرجع للتدريب مرة تانية فبالتالي هو مش هيخرج من المعسكر ولا هيلعب مباراة الاهلي يوم الجمعة طيب نروح لا دي 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 شون دي 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 شون طبعا مدير فني اعتقد اي 8 سنين تولى مسؤولية منتخب فرنسا بالنسبة الجمهور فرنسا اعتقد ان اخفاق كبير جدا يبقى عندك الكتيبة دي من النجوم في مواجهة منتخب شاب منتخب على فكرة ممكن كتير جدا من العناصر دي مش عارف طبعا فيه تنصيق بينهم ولا لا وده وارد حدوثه انا من وجهة نظري اسبانيا معنا في مجموعة مصر في الأولمبياد وبالتالي انا شايف انه فيه اسماء كتيرة جدا من عناصر المنتخب ده ممكن تكون بتلعب مع منتخب الأولمبي فيه أولمبياد باريس لو ما كانش فيه تنصيق او انا بكلم من ناحية السنية من ناحية العمرية فيه لعيبة كتيرة جدا في منتخب اسبانيا تحت الثلاثة عشرين لو احتاجهم المنتخب الأولمبي ممكن يكونوا موجودين معاه لكن القصة عندهم بتدار بشكل مختلف شايف شكل احترافي اكتر يعني وبالتالي كلام على دي دي شون ارجع له مرة تانية انه طبعا اخفاق كبير جدا الصحافة الفرنسية هجمته بقوة جدا النهاردة الكتير كان متوقع انه في حالة عدم تحقيه اللقب هيكون نهاية مشواره مع منتخب فرنسا لكن النهاردة يعني بس قولين في اتحاد الكرة الكرة القدم الفرنسي اكدوا على انه دي دي شون باقي وانه هيتم تجديد الثقة فيه وده على عهدة صحيفة لكيب الفرنسية انه دي 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 شون باقي فيه منصبه كمدير فني لمنتخب فرنسا حتى نهايات كاس العالم 2026 وتم تجديد الثقة فيه رغم خلوجه الحقيقة الغير متعقع يعني يمكن قبل البطولة كانت فرنسا هي المرشح لأول ده شيء ما فيه الشكل لكن بعد المستوى اللي ظهر به المنتخب الاسباني اعتقد ان كل محبي الكرة الجميلة استمتعوا اكتر منتخب متعك في البطولة دي اكتر منتخب ظهر بشخصية اكتر منتخب عنده ثبات في المستوى اكتر منتخب تراهن عليه كان المنتخب الاسباني العين اللي ضربت كيليا نيمبابي هي اللي ضربت برضو منتخب فرنسا بعد طبعا مسلسل انتقاله من PSG لريال مدريد وبالمناسبة ادارة نادي ريال مدريد اكدت على انه هيتم تقديم نجم منتخب فرنسا ونجم PSG سابقا ونجم الريال حاليا كيليا نيمبابي في سانتياجو برنابيو طبعا على صفحته في بيان رسمي نشر كافة التفاصيل انه يوم 16 يوليو اللي جاي ده هيتم تقديم صفقة ريال او صفقة الاولى في المركاتو الصيفي اللي تمت السندي على المستوى العالم زي ما نشر كمان ريال مدريد على حساباته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يوليو هيكون الحفل الرسمي لتقديم كيليا نيمبابي في ملعب سانتياجو برنابيو طيب عندنا كلام مهم جدا والمهم النهاردة يعني زي ما احنا برضو بنتابع اليورو احنا مش بنتابعها بس يعني طبعا بتفرج عليها عشان تفرج على كرة حلوة تفرج على ملعب حلوة تفرج على جماهير مالية المدرجات بتشجع طول التسعين ديها بتفرج على نقل تليفزيوني تحكيم على اهل مستوى كل ده يعني في اطار البحث عن متعة كرة القدر لكن في كتير كمان دروس مستفادة ممكن نتعلم منها ونستفيد منها مش بس في يورو كمان في الكوبة امريكا وده اللي هنعمله زي ما قلت لكم في بداية الحلقة النهاردة مقارنة رطيفة جدا على مستوى اتنين من كبار العالم ايطاليا التي كانت واسبانيا اسبانيا التي اصبحت المقارنة بين التجربتين هتكون موجودة معنا بالاضافة طبعا لقرية مفصلة في شكل بيرامدز واختلافه عن المواسم السابقة قراءة فنية في سيناريو مواجهة الاهلي اهم نقاط قوته اهم نقاط ضعفه اهم مفاتيح لعبه واهم الثغرات اللي موجودة في الفريق كل ده يكون مع بلال محسن واحمد مصطفى ديوفي في السادسة بعد الفصل توقعوا وصول اسبانيا للمرحلة دي خلينا نتفق على ان كل الكبار خرر اللي رهنا على ايطاليا خسر اللي رهنا على المانيا خسر اللي رهنا على فرنسا خسر اللي رهنا على بورتغال خسر وتبقى فرسايا الرهان عندنا اسبانيا وصلت خلاص المباراة النهائية في انتظار الفائز من انجلترا وهولندا توقعتكم ايه هل وارد جدا جدا ان الرهان النهاردة يكون على انجلترا واسبانيا بحكمهم على مستوى الاداء ومستوى السكواد والاسماء هم الافضل لمواجهة في مباراة نهائية اقوى تخيل بعد كل السيناريو اللي بترسم ده وهولندا هي اللي تكسم البطولة على كل الاحوال خليوني ارحب بضيوفي في السادسة النهاردة بلال محسن واحمد مصطفى بيشرفوني في السوديوم سأخير يا بلال ودي له كريدت بصراحة لان الراجل ده من بداية البطولة او قبل البطولة ما تبدأ راهنا على اسبانيا وقد كان اسبانيا الحقيقة قدمت اوراق اعتمادها بقوة في النسخة دي من اليورو حبيبي احمد طبعا انا بشكرك على المؤدمة وعلى كلامك واهلا بيك واهلا بكل السادة المشاهدين بيجات صدفة كده بس عشان ما تسكنش بيجات صدفة يعني انت اكتر واحد مبسوط لان الكرة اللي بتلعبها منشاستر سيتي هي اللي بتلعبها اسبانيا حقيقة ده سؤال على الفكرة النهاردة بقايا ما نيجي نتكلم جات بكورة يعني انا عايز اعرف ازاي شوية شباب صغير كده قدروا يقدموا شخصية المنتخب الاسباني قدامها عتاولة اوروبا واخيرهم برح فرنسا ده واحد من الاسئلة المهمة جدا احمد بس ما خش بس على الدون البرتغال وهارد لك يا محميد اهلا بيك احمد طبعا ومسار خير على كل مشاهدي قاتل اهلي وطبعا يعني بلال بصراحة راهي انا بدي له حقه برضا عشان ميقولش ان انا مبدوش حقه طبعا وكان بيكلم عن ازباني لكن يعني لسه الرهوم ما انتهيش ان البطولة مازالت مستمرة ومازالت طبعا ليهما كنت ان اسبانيا تخسر اللقب لا طبعا انا كنت طبعا التمنيات حاجة والتوقع يعني انا شفت ان البطولة دي البرتغال خرجت من بطولات كتيرة لكن البرتغال البطولة دي او مباراة فرنسا بالاخص كانت استحق انها تسعد يعني قدمت مباراة كبيرة جدا امام منافس قوي لكن طبعا ضربات الجزائي طبعا الترجحية ملهاش كبير واخيرها طبعا روبرتو باجيو ضربة الجزائي الشهيرة اللي انا يعني عمر بها انساها لكن اسبانيا بتقدم متعة قروية روبرتو باجيو رجع للزهور في البطولة دي وكان ليه تصريحات بعد خروج ايطاليا على سبالتي وعلى منتخب ايطاليا هاجم فيها المنتخب بشكل كبير جدا هذا ايطاليا في اليورو دي اعتقد سيء جدا جدا واسبالتي بالنسبة لي كان صدمة يعني انا دايما بشوف انسبالتي مدارب كبير وقدم مدارب كبير جدا مع نابلي ومع كل الاندية منتخبات طبعا والمنتخبات احيانا بتحتاج طريقة مختلفة والتجمعات لها معايير واختيار اللعبة لها معايير ودايما بقول حتى الكلام ده بقوله حتى في المنتخب المصري ان اللعب الدولي مختلف تماما اي لعب ممكن يزهر كويس في الدول يعني مش شرط جدا اللعب مميز ان معنا كده اللعب ده يبقى داولي وده اعتقد ناس كتير هجمة اسبالتي على بعض اختياراته لان فيه اختيارات كتير جدا في المنتخب ايطالي كانت ظالمة وقت خطيئة واسبالتي عنده عيب خطير جدا ان هو بيحب ويقر وده دائما حتى لما كان ماسك روما كان عنده المشكلة دايما هو عنده الحتة دي عملاله ازمة هو بالمناسبة يعني بما انه كلام جابنا على ايطاليا واسبانيا حينهاردة مجهز لكم مقارنة بين دولة كانت قوى عظمة في يوم الايام وهي ايطاليا اصبحت من تعثر واخفاق لتعثر واخفاق جديد حتى ما بقاش عندها القدرة على انها تتأهل للمشاركة مش للمنافسة للمشاركة بس انها تشارك في كاس العالم وهي دولة كانت في يوم الايام تملك رصيد كبير جدا سواء على مستوى الاندية او على مستوى المنتخبات زي حصل التراجع الرهيب ده لايطاليا وفي نفس الوقت تجربة اسبانيا اللي في خلال 15 اقول 20 سنة قدرت تبقى قوى عظمة في كرة القدم قدرت تبقى حضرة حتى مع ودع جيل كبير جدا مسل كرة القدم الاسبانية وجاب لاسبانيا كاس العالم لأول مرة في تاريخها لم تهتز شخصية المنتخب الاسباني شفنا مجموعة من الشباب كنت بكلم في بداية الحلقة انه شباب صغير جدا في السن ما عندهش تجربة ما عندهش خبرة لكنه واصل جدا في نفسه قادر يعمل ريمونتا ده اهم قدام واحد من اكبر واقوى منتخبات العالم في مناسبة زي سامي فاينال كلمني على الشخصية كلمني على الثبات الانفعالي كلمني على التجربة بتاعت اسبانيا وليه اسبانيا قدمت المرضود ده مش مجرد مباراة ده على مدار مشوار البطولة كلها ظهر ده قدام فرنسا مبارح ظهر ده قدام ألمانيا قبل كده وألمانيا منتخب كبير وقدرت تقول للعالم انه إيطاليا إيطاليا بما أنها بعيد شوية عن حالة أنا فاهم بس ألمانيا على أرضها وسط جمهورها بالأسماء اللي عندها منتخب تقيل جدا فرنسا أنا بشوف انه عقوة منتخب في العالم فلما تقدر تعمل ده وتوصل لنهائي بالتأكيد فيه أسباب للنجاح ده بص يا احمد يعني يمكن لما تيجي توقف عند التجربة المنتخب الاسباني هتشوف دايما ان الرهان على الشباب أو اللي بيراهن على الشباب دايما كاسبان يعني هم مرحوش مبدائيا لمدرب إحنا كنت رسالك كنت بتتكلم أنت وحمد عن اسباليتي اسباليتي اسم كبير في عالم التدريب ولكن انت المشروع اللي انت عايز تعمله في خلال يعني من مدة مثلا من 4 ل 6 سنوات دايما دايما شغل المنتخبات والاتحادات الكبيرة بتبقى عاملة بلان من 4 ل 6 سنين انت عايز توصل لفين بعد المدة ديت فأسبانيا راحت للمدير الفن المنتخب الشباب والمنتخب النشئين اللي هو ديلافونتي أو ديلافونتي زيما انت ايه قلت في البداية راجل اتعامل على مستوى القطاعات الصغيرة عارف اللعيبة والتعامل مع اللعيبة الشباب يكون عاملة ازاي ادري ينقل ويكرر التجربة لانه بالمناسبة توج حتى مع منتخب الشباب ومع منتخب النشئين ببطولات على مستوى الاعمار الصغيرة فا ادري ينقل تجربته دي على مستوى المنتخب الاول طعم المنتخب ببعض اللعبين زي رودري طبعا كابتن الفريق واحد من افضل او اهم لعابي خط الوسط واحنا هنا كياما تكلمنا عن رودري واهميته بالنسبة لمنشستر سيتي ادري يبني على لابورت مثلا ما شافش ان لا لابورت راح الناصر السعودي فانا لا خليني في اوروبا ادري حتى رغم وجود رأي حارس ارسنل وعمل موسم كبير جدا ولكن هو راح اختار ان هو يلعب بسيميون دنبراح كاب يلعب بلابورت وناتشو بالضبط ناتشو اللي انتقل للقادسية السعودي 34 سنة ولكن بص دايما يا احمد النجاح بيجي في مواجهة مين في مواجهة مبابيو وكلود موانيو ولعبة فرنسا طبعا دايما النجاح زي ما قلت لك بيجي على حسب المدرب هو راسم ايه يعني انت لما تصب بدري في مباراة المانيا كله حط ايده على قلبه وقال لك فرنسا او اسفانيا نهارت ولكن البديل جاهز المدخل سجل وفي مباراة مبارح سجل وصنع فعنده اللاعب اللي يعوض اللاعب الجاهز فهو ده اللي بينجح المدرب مبارح شوفنا بيفاجئ الجميع بخيصوس نفاذ اللي ما شاركش كظاهير ايمن قبل كده لانه هو بيتشابه ادواره وصرعاته وطريقة ارتداده نفس طريقة لعب كارفخال اللي دايما عنده انطلاقات في الجانب الايمن فالراجل المدرب اللي دايما محضر لتعويض الغيابات لطريقة اللعب لو حصل حاجة لو اتأخرت في النتيجة او اتقدمت مبارح بقى اهم حاجة انا في رأيي سبب تفوق اسبانيا امام المانيا وامام فرنسا بالامس هو ان انت وانت كاسبان وفرنسا خسرانة والمانيا خسرانة مش قادرين يسترجعوا منك الكرة لان انت قادر بمجموعة لعبين صغار تتحكم في الكرة حتى في وقت الضغط هم مش قادرين يعملوا الضغط لان هم عارفين ان هم لو اندفعوا ضغطوا فانت في اربع نقلات هتوصل لمنطقة جزائهم وممكن تسجل وتنهي المباراة فاسبانيا وصلت المنافسين الكبار امامها لحالة من الاستسلام تماما زي ما شوفنا مبارح فرنسا في اخر خمس دقايق مش قادرين يضغطوا او حتى التحركات لعبة اسبانيا تحت الضغط بتقدر تطلع من مناطق الضغط ببص سليم وبتنقل الكرة في المناطق الهجومية لمنتخب اسبانيا فده نجاح كبير جدا لمنظومة العمل الجماعي انا بشوف ان اسبانيا اعتمدت اه ممكن فيه تفوق كبير على مستوى الحلول الفردية سواء نيكو ويليانز او لامين يامال الامبارح اكبر المعلق طبعا الشهير حفيص دراجي اللي هو اغناله وخلى الهدف جميل صوت وصورة يعني هو امتع الجميع وطبعا اللي مسي يحميه ما يتخافش عليه احمد طبعا انا شايف اسبات تفوق الكرة الاسبانية مش بس في مطش امبارح من وجهة نظرك يعني طبعا انا شايف ان المنظومة كلها شايف ان اسبانيا وفكرة ان اعتمد دائما عن مواهب الصغيرة زي شوفنا اللعيبة كتيرة جدا في لعيبة كتير قبل البطولة كانت مجهولة الهواي بالنسبة لجمهير الكرة في العالم النهاردة بقى ومن اهم الاسماء وواضح جدا خدوا بالكم حينا نكلم على ما تعتبرش ناتشو على قوة ريال مدريد ناتشو في السعودية خلص لو بتكلم على مستوى الاسماء والاندية ما عندكش غير لامين يامال باشلونة رودري من سيتي كاربخال ريال مدريد صح ممكن كوكوريلا تشيلسي يعني تشيلسي ما هو السندي انا بكلم على مستوى الاسماء والاندية انا بكلم على مستوى الفرق اللي حققت وموراته هو حتى ما كانش مردود واحسن حاجه فبالتالي بتكلم على منتخب قوام الاساسي وحتى كاربخال في ريال مدريد يعني ما هوش سوبستر مش شاير ريال مدريد لكن رودري انا شايف ان هو النجم الوحيد اللي تدع طول عليه يقود منتخب بحجم المنتخب تفل معك جدا وانا هقف عند رودري رودري يستحق يعني فكرني رودري بالظبط بكانافارو في كاس عالم 2006 مع المنتخب لطالي اخذ ساعتها الكرة الزهبية واخذ حسن لعب في كاس العالم ساعتها واتمنى من العدل ان رودري ياخد الكرة الزهبية وياخد حسن لعب في يورو 2014 لان بشوف ان رودري اهم لاعب في منظومة المنتخب الاسباني وهو اللي منجح المنتخب الاسباني هو سبب من أسباب نجاح منشستر سيتي ومازال رودري هو أهم لعب منظومة المنتخب الأسباني لأنه هو دايما حلقة الواصلة بين اللاعبين الكبار اللي زي ما تكلمنا قولنا كرفخال ومراطة واللعبة كلها المميزة طبعا الكبيرة وزي اللعبة الصغيرة طبعا وشفنا أن لميلة يعني أعتقد سكت وشخصية لعب كبير ده هنا دايما بتقال اللعب اللي مولود كبير فعلا صحيح خليني يعني عشان نتمن الناس وأنا وعدتهم أنه هنروح مختلط تيتش ونتمن على تمرينة النادي الأهلي على مطش بيرامدس طبعا الكلام وهيكون لنا وقفة وكلام كتير وهارجع لليورو في آخر رحلة بس نروح لزميلي فاروق صلاح نتعرف على عودة الأهلي للتدريبات مرة تانية زي ما قلت لكم بركة راحة 24 ساعة بقرار من ميستر مارسل كولر النهاردة بداية التحضيرات والا السعدادات لمواجهة بيرامدس مباراة إن شاء الله ويكون يوم الجمعة على أستاذ القاهرة الساعة 9 مساء وخلينا نروح لفاروق في النادي الأهلي نتمن على تمرينة الأهلي النهاردة مساء خير يا فاروق برحب بك زميلي العزيز أحمد سمير وبرحب طبعا بديوفك الكرام والأصدقاء العزاء للمحسن وإحمد مصطفى وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما انت بالفعل أحمد قلت الانطلق طبعا تدريبا للنادي الأهلي التدريب الأول بعد الرحل اللي منحها مستر مارسل كولر للعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة طلاع الجيش والفوز بدافين مقابل اللاشئ الفريق النهاردة بيبدأ استعداداته لمباراة بيرامدز المباراة اللي هتكون يوم الجمعة القادم على أستاذ القاهرة في تمام الساعة التاسعة تدريب أول بيأخده الأهلي اليوم ثم غدا يختتم تدريباته ويدخل معسكر مغلق غدا بإذن الله للمبيت في أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة طبعا للتحضير لمباراة تبيرامدز اللي يكون في تمام التاسعة على أستاذ القاهرة بإذن الله مباراة مهمة واحدة من المحطات الصعبة في مشوار النادي الأهلي نحو الحفاظ على درع الدوري بإذن الله ولعبة النادي الأهلي في كامل تركيزها فازيل مبارا بإذن الله أتعرف منك على سكواد الأهلي بداية يمكن الفترة الأخيرة الحمد لله كتير من اللعبة اللي كانت بعيدة بسبب الإصابة أو عدم المشاركة رجعت وشاركت وأعتقد أنه النهاردة بعد الأربع خمس مطشاط الأخيرة تحديدا يا فاروق جماهير الأهلي متطمنة لسكواد الأهلي بالكامل تطمن عليهم وهل فيه كمان جديد فيما يتعلق ببيرسيتاو ونعرف منك برضو إذا كان علي كان موجود النهاردة أو تطمن عليه من خلال التواصل اللي تم بينك وبين الجهاز الطبي يعني خليني أخد من بيرسيتاو خليني يا أحمد أكد لك خلاص وأحسم لك أزا الأمر جايزي ببيرسيتاو لمباراة بيرامدز خلاص بيرسيتاو شارك في التدريبين والنهاردة بيشارك في التدريب يبقى تالت تدريب بعد عودته من البرنامج التأهيلي من ناحية الطبية خلاص الأمور بالنسبة لونتايت نزل أيضا الملعب وشارك فيه التدريبات الجماعية النهاردة طبعا بيشارك في التدريب الجماعي وبالكامل خليني أقولك أنه هو واحد من الأوراق المهمة جدا اللي يكون مع مستر مارسل كولر في المباراة القادمة أمام بيرامدز اللي سكواد أو اللعيبة خليني أقولك من الأمور الأسعدت مستر مارسل كولر على المستوى الشخص يحمد أن فيه لعيبة وقت ما الفريق احتاجها أو مستر مارسل كولر احتاجها ظهر بشكل مميز يعني كريم فؤاد لما احتاجته في مركز الزهير الأيصر ظهر بشكل مميز عمر كمال أيضا عودته من الإصابة ظهر بشكل مميز أيضا خالد عبد الفتاح وقت ما احتاجته كان بيظهر بشكل مميز حمد كريستو اللي بدأت أيضا تدخله في الأجواء الفترة الأخيرة طاهر محمد طاهر اللي في الفترة الأخيرة بيظهر بشكل مميز جدا الأمور دي قدت ارتاحية أكتر لمستر مارسل كولر بقى في حيرة من أمره من اختيار أي 11 لعب يكونوا جاهزين للمباراة سواء يعني تبتتكلم من كل اللعيبة إن شاء الله اللعيبة جاهزة عايز أقولك النهاردة يعني على هامش المران مستر مارسل كولر عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين طبعا اللي بيشرح النقاط القوة والضعف في فريق بيرامدز والطريقة اللي هيقدر يلعب بيها أمام فريق بيرامدز أمور كتير جدا مستر كولر بيتكلم فيها مع اللعيبة قال مش عايز اللعيبة يكون وصل لكم مرحلة إجباع احنا خدنا البطولة الأفريقية لكن بالنسبة للموسم ما انتهاش البطولة الدوري البطولة مهمة جدا لجمهور النادي الآلي عايز تركيز في المباراة القادمة طبعا يعني من الأمور اللي مستر مارسل كولر بيأكد عليها من اللعبين يعني ضرورة استغلال أنصاف الفرص الشوت الأول من مباراة طلع الجيش اتكلم على اللعيبة قال لك كان عندنا كمية فرص مهضرة كانت من الممكن تدينا ارتاحية أكتر بدري في المباراة لذلك طالب من اللعيبة من اديها لولا استغلال يعني كل الفرص وقال نقطة مهمة جدا قال لك لما بتقدر تحرز هدف أو اتنين مبكرين انت بتديني ارتاحية أكتر في المباراة اننا ريح بعض اللعبين أعمل تبديلات بدري دي من الأمور المهمة جدا اللي بيأكد عليها مستر مارسل كولر ظروف المباراة والسير المباراة والنك تحرز هدف أو اتنين أو تلاتة بدري في اللقاء بيقدر يسهل عليك الجيم تريح بعض اللعيبة تدي فرصة أيضا للعيبة أنها تشارك عايزة أطمنك أيضا يا أحمد على علي معلول يعني علي معلول خليني أقولك نتائج مبشرة جدا يعني علي معلول في البرنامج التأهيلي للدكتور أحمد جاب الله وخليني هنا أشيد بالدكتور أحمد جاب الله ويقل طبيب اللي كان أجرى جراحة الوطر أكيليس بالنسبة لعلي معلول واحد من أفضل أطباء في جمهورية مصر العربية النتائج مبشرة جدا أعتقد علي معلول يعني عودته هتكون يعني قبل المدة اللي كانت محددة احنا كنا بنتكلم من 4 ل 6 شهور أعتقد يعني علي معلول هيبقى قبل كده إن شاء الله عودته هتبقى يعني أسرع من المدة اللي كانت محددة من قبل الأوطار والعضلات وماذا استجابتها للبرنامج التأهيلي بتصير بشكل منظم جدا عايز أقول لك نقطة مهمة جدا يا أحمد وأنا أستغل طبعا وجود بلال معاك وأحمد مصطفى وأنهم دايما بيبقوا موجودين معانا طبعا في المطشات النادي الأهلي من الملعب مستر مارسل كولر عنده رسالة مهمة جدا لجمهور النادي الأهلي المطشات اللي جاية أو المرحلة اللي جاية هي مرحلة صعبة جدا ما فيش مطش عندك في رفاهية أنك تفقد النقط لذلك أنا عايز أقول للجمهور يا ريت ما توصلوش للعيبة أن فيه مطش سهل ومطش صعب الجماهير في مطشاب بلاقيها عددها قليل وفي مطشاب بلاقيها عددها كبير أنتوا اللي بتوصلوا للعيبة أنه ممكن يبقى فيه مطش سهل أو مطش صعب لازم زي ما احنا بنطالب اللعيبة يكون عندها ثبات في المستوى في كل المباريات أتمنى أن حضور الجماهير يكون بنفس الشكل في كل المباريات مع بيرامدز في عشرة أيام إن شاء الله طبعا يا أحمد الجمهور بدءا من مباراة بيرامدز إن شاء الله يكون بكثافة يظهر بالشكل طبعا أنه هو طبعا اللي تأثير على لعبة النادي الأهلي ومباراكم موفقة بإذن الله للنادي الأهلي وحق التلات نقاط أحمد طبعا أنا موجود معاك في أي استفسار أو أي تساوي شكرا طبعا على الأخبار الوافية اللي يمكن تمنت جماهير النادي الأهلي على بداية تحضيره واستعداده المباراة بيرامدز المهمة جدا زي ما قال فاروق وبالنسبة للمنافسة على اللقب السندي بشكرك شكرا جزيلا للزمير العزيز فاروق صلاح وضم صوتي لصوت مرسل كرة الحقيقة يمكن في أوقات كتير جدا كنا بنتكلم على أنه نفسنا الجماهير ترجع مرة تانية نفسنا نشوف المدرجات مليئة مرة تانية جماهير الأهلي عودتنا على مدار تاريخ طويل جدا أنها بتصنع الفارق في كل مباراة النادي الأهلي بفتكر فيه مواسم الجمهور كان هو البطل الحقيقي وهو السبب الرئيسي في تحقيق ألقاب وراهن على جمهور الأهلي في اللي جاي مش بس في مطشات بيرامدز لكن زي ما قال فاروق دلوقتي وزي ما كانت رسالة مارسل كولر كل مطشات الأهلي مهمة جدا 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 فيما تبقى من عمر الموسم وأتمنى أشوف جماهير النادي الأهلي مرة تانية مليئة المدرجات راهني طبعا على يوم الجمعة ما فيهوش نقاش ومتأكد أنه الجماهير هتكون كامل العدد في استاد القاهرة لكن أتمنى إن شاء الله في بقية المطشات يكون وجود جماهير النادي أو عودة جماهير النادي الأهلي مرة تانية المدرجات بشكل كبير يعني على ذكر الجمهور نحن نكلم على بطولة أعتقد بالنسبة للأهلي على أهل بقية بطولة كاس يعني زي ما احنا ماشيين الحمد لله مع مارسل كولر من ساعة ما رجعنا مرة تانية بدون خسارة أتمنى إن شاء الله أنه الأهلي يفنش البطولة السندي بدون خسارة فقدان نقطة واحدة ممكن يكون في منافسة خلينا نتفق النوق في منافسة حقيقي السندي احنا تكلمنا يمكن من حلقتنا ومن ثلاث حلقات وقلنا إن شعار المرحلة الحالية هو مكسب يجيب مكسب ممكن آه الناس يبقى بتحب الأداء يكون شكل جمالي شوية وإحنا شفنا المباراة اللي النادي الأهلي قدر يعمل فيها المعادلة الصعبة الأداء مع النتيجة كان الجمهور بيبقى الموت بتاعه طبعا متغير تماما عن المباراة اللي النادي الأهلي بيفوز بيها بفرق هدف مثلا بصعوبة أو ما بيبقاش الأداء أحسن حاجة فدائما الأداء هو المطلب الأساسي عند الجمهور ولكن كمان انت في مرحلة النتيجة حاليا هي اللي لها الأولوية التامة لأن انت بتحصل نقاط عايز تروح لعدد نقاط معين يقدر يمكنك في نهاية المشوار إن شاء الله من التتويق بالبطولة المفضلة عند جمهور النادي الأهلي بطولة الدوري على ذكر الجمهور يمكن قناة النادي الأهلي من قريب بتزيع مباراة أو هايلايتس لمباراة النادي الأهلي مع بلدات المحلة تقريبا أو غزل المحلة من حوالي أكتر من عشرين سنة مباراة عدية خلص في الدوري بثلاث نقاط واستاذ القاهرة في أكتر من أربعين ألف متفرج يعني أنا مركزتش مع الأهداف والهايلايتس على قد ما أنا كنت شايف شكل الجمهور عامل إزاي نتمنى الجمهور يرجع تاني مش لازم تكون بتشجع النادي الأهلي تحت أي مسمى ارجع اهتف قول أهلي بس إحنا وقت ما رحنا المدرجات كلنا كنا بنروح نقول النادي الأهلي بدون مسميات ما كناش بنخش تحت اسم حاجة أو اسم داخل المدرج لحاجة لا روح قول النادي الأهلي شجع فريقك استمتع بالكورة خليك خلي يوم اللي استاد دوت يوم ممتع بالنسبة لك رايح تنسى فيه مشاكل يعني اللي أنت بتواجهك على مدار الإسبوع أو حتى تبقى خروجة حلوة مع أصدقائك وصحابك وتروح تستمتع بفريقك المفضل تشوف لعبتك المفضلة وترجع مبسوط إن شاء الله ودايما لعبت النادي الأهلي بتفرح في غورة وترجعهم مبسوطين صحيح خلينا رجع لبيرمز السنة دي يعني هأجل بقى اليورو شوية وهنرجع للمقارنة بتاعتنا مرة تانية لو عندنا وقت في آخر الحلقة لأنه المباراة دي أنا شايفها هي أهم وأصعب مباراة في البطولة السنة دي مباراة الجمعة إن شاء الله يا أحمد أتفي معاك جدا يا أحمد مباراة قوية جدا أمام منافس حقيقي قوي الموسم ده بيرمز الموسم ده اختلف عن السنوات السابقة الموسم ده بيرمز بيقدر يكسب وهو في أسوأ حالاته وده هنا بشوف دايما أن فريق البطل اللي هو يقدر يكسب حتى وهو مش كويس وده حاجة مهمة جدا فريق بيرمز كمان استغل من النادي الأهلي مشغول طبعا بدورة أبطال أفريقيا وكان كمان قبلها كالساعدة عندها كل ده قدم ساحة كبيرة جدا لفريق بيرمز إن هو يبتعد تماما بالصدارة وده خلى إن فريق بيرمز خلاص بالنسبة له زي ما بلال قال دائما المكسب بيجيب مكسب وشوفنا إن بيرمز حق طبعا انتصارات كتير جدا متتالية وده خلى السكة عند العيبة بيرمز بتزيد كل مباراة عن المباراة اللي بعدها فأعتقد إن فريق بيرمز الموسم ده اختلف تماما بالنسبة له بعد خروجه وإن هو كان متزيل ترتيب دورة أبطال أفريقيا في مجموعته خلى فريق بيرمز خلاص ما بقاش بالنسبة له غير بتويت الدوري هي الشغل الشغل بالنسبة له من الموسم ده وإن هو ده الهدف إن هما لازم يحققوا النادل أهلي لما رجع طبعا بعد دورة أبطال أفريقيا وبعد فترة بتاقف شوفنا النادل أهلي أخذ كل مباراة كأنها مباراة كاس وده اللي حصل النادل أهلي قدر يحقق كل مباراة انتصارات والمرحلة دي فرع مرحلة مهمة جدا أنت تحقق المكسب بغض نزع عن الأداء الأداء اللوجة وده شوفناه في بردات الجيش المطشين المطشين بتوع الجيش ومطش الداخلية شوفنا النادل أهلي بقدم الأداء مع المكسب وده مهم جدا 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 لا هو يعني مش قصة أداء ومكسب هو ما قبل المرحلة دي تعيس إنه الأهلي كان منهك مستنزف فيه ضغط عصبي فيه حالة إجهات شديدة جدا يمكن اللي فرق معنا شوية أسبوع مطش طبعا موقف الزمالك اللعيبة بقت زهرة فراش أكتر حتى اللعيبة اللي جاي من بعيد يعني خلد عبد الفتاح خد مطش أو اثنين طاهر خد مطش أو اثنين السولاية نزل مطش أو اثنين وعبدالقادر عبدالقادر يعني أتش عايز أنسح حد كريستو دخل رضا دخل كل اللي دخل حسيت إنه كمان فاق وكانه بيلعب من فترة شوفنا طاهر بيتعلق في برات الجيش الأولى وشوفنا كريم فؤاد بيتعلق يعني أنا بالنسبة لي مباراة الجيش الأولى اللي قال لي حقيقي المكسب 4-0 دي بداية كريم فؤاد كباكلفت كريم فؤاد قدم مباراة كبيرة جدا 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 في المرأة دي وكريم فؤاد ناس كده ممكن كما كتش تعرف كسب الراهان كلر على كريم فؤاد طبعا كسب الراهان وانا عايز أولى الحاجة أو كريم هو اللي كسب كل الراهان لأن كريم فؤاد كان بيلعب في نادي أمبي كباكلفت ولعب مع المنتخب الأولمبي كمان أخط بالك بردو أي لعيب هيجي يدخل ورا معلول هيبال مقرد صعب طبعا لكن الولد الحقيقة آخر مطش بالذات كمان أنا قلت يعني بقى بقى خلاص اتحرر يعني بكلفت دفاعا وهجوما ومجهود وخطورة على المرمى وتفاهم وتناغم مع أي لعب بيلعب جنب منه وقدم مستوى رائع طبعا وكمان بقى بيصنع أهداف يعني أشوف أن كريم فؤاد يعني فيه مكاسب كبيرة جدا في الفترة الأخيرة من الراحة اللي نادي الأهلي أخذها في مباراة الزمالك كود أعتقد ساعد نادي الأهلي أنه هو يقرب أكتر من نادي بيرامتس ومباراة يوم الجمعة دي مباراة أعتقد أنه هي مفهاش حسابات مواجهة قوي جدا 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 بين فرقتين أشوف أن الفريق اللي هيبقى عنده إصرار أكتر وفريق اللي هيبقى عنده روح كبيرة جدا في المكسب ودائما يعني أنا أشوف من وجهة نظر لأن فريق بيرامتس دائما فريق ما بيستحملش الضغطات ده بالنسبة لي فريق بيرامتس وده اللي شفتها في السنوات السابقة بيرامتس كان من وقت من أوقات من سنتين تقريبا كان قريبا أنه يحقق بطولة الدول لكن لما أعرب منه كانت ساعدة هندي الزمالي كله اللي بيقرب منه ومباراة ما بينهم كانت فاصلة خسر المباراة وخسر بطولة الدول هل الموقف يتقرر أنا بشوف أنه هو بنسبة كبيرة يتقرر للموسم ده فريق بيرامتس وقت ما نادي بدأ يقرب بيقدم أداء كويس وبيكسب آخر مباراة كسب نادي التحاد سكندري بنتيجة كبيرة لكن نادي الأهلي موضوع مختلف نادي الأهلي دي بطولة المفضلة وهنا الحسابات تتغير تماما أه لا ومكسب الأهلي يقربوا وانت داخل مباراة بدافع أنه مكسبك يقربك بشكل كبير ويحرم بيرامتس من ثلاث نقاط في توقيت صعب جدا ويحطهم تحت ضغط أكتر فأعتقد هو ده وبيرامتس فاضله سبعة مطشاط منهم اثنين بس مع الأهلي وصارت ثلاث نقاط قدام النادي الأهلي في المواجهة الأولى بتاعت الجمعة تصدر ضغوطات أو ضغوط كبيرة جدا على فريق بيرامتس يعني خلينا نحمن نقول أكيد بيرامتس عاملين حسابه من المواجهتين المباشرتين مع النادي الأهلي ده الفيصل في تحديد لقب الدوري أو وجهة لقب الدوري هتكون في الدفاع الجوي ولا في مختار التيتش إن شاء الله أكيد هم بيحسبوا حساباتهم بيرامتس خلاص أصبح عنده ثقة في التعامل مع المباريات الصغيرة أو المباريات حتى متوسطة المستوى يعني على مستوى الاحتكاكات أو المنافسة أنا بشوف أنه بيرامتس يعني مين ممكن يكون قريب من الأهلي بيرامتس في الموسم ده في الدوري حتى زي مالك بيجدد المصري ممكن شوية المصري ممكن زيد مثلا أصلا أقول ماتحب يشتح تدخل بصمع عشان كيف أقول لك أنا بداية الكلام يقولت لك إن بيرامتس أصبح عنده ثقافة التعامل مع المباريات الصغيرة كان في وقت من الأوقات المباريات الصغيرة اللي احنا بكلمة كان بتعمله مشكلة وكان بيهدر نقاط بالزبط ولكن بيرامتس واضح من ال14 فوز المتتالي اللي حقققهم في بطولة الدوري إنه أصبح عنده ثقافة تجميع النقاط حتى في وقت من الأوقات ممكن ما يكونش الأداء على المستوى المطلوب ولكن أصبح عنده ثقافة النوع يقدر يطلع من المباراة بالثلاث نقاط وقدر يحدد أولوياته خاصة مع المدير الفني الكرواتي اللي تولى زمام الأمور خلفا لجيمي باتشيكو والعكس تماما يعني ممكن المدير الفني لما جاءت دوري مصري كان اسمه مجهول كان حتى البعض ما لقاش استحسان البعض حتى من داخل الوسط الرياضي ولكن هو الراجل قدر يعمل اللي ما عملوش المديرين الفنيين اللي قابلي منه اللي كان عندهم اسم كبير فبرامدز أمام أول اختبار حقيقي ليه محليا وهو الاستضام ببطل الدوري الاستضام بالنادي الأهلي اللي برامدز يعلم جيدا انه هو المرشح الأوفر حظا يعني حتى انت لما تيجي تتكلم مع برامدز حتى الآن يقولك لو النادي الأهلي هو المرشح الأوفر حظا إلا لو قدرنا نعمل حاجة في المباراتين اللي أمام النادي الأهلي إذن يبقى اللعبة كلها النادي الأهلي شغال في مبارياته مركز قدر يحقق 12 فوز متتالي برامدز ماشي في مبارياته بيحقق 14 فوز متتالي يبقى السباق محتدم جدا لكن لما هيجي يصطدم اللي بيحقق 12 مكسب مع اللي بيحقق 14 مكسب وهم الاتنين خلاص أصبحوا وجهاً لوجه اللي هو بقى خلاص مرحلة لفل الوحش الاتنين هيقابلوا بعض فاللي هيقدر على أرض الملعب يكون عنده الأفضلية في النتيجة خلينا نقول تاني الأفضلية في النتيجة لأن المباراتين دول تحديدا مطلوب منك نتيجة سواء أهلي أو برامدز فاللي هيقدر يبقى عنده أفضلية في النتيجة اللي هيقدر على أرض الملعب يستغل مفاتيح لعبه والإمكانيات الكبيرة اللي عند اللعب وإحنا شوفنا مبارح فرنسا بعد ما تقدمت اللي رجع أسبانيا للماتش حل فردي ابتكار من لعب صغير في السن عنده 16 سنة ما حسبش بحسابات الكرة العادية إن أنا ممكن أعمل بصل اللي جنبي أو لا هو عنده الرؤية أو عنده القرار رجع فريقه للمباراة في لحظة صحيح إذن اللي هيكون عنده الحلول الفردية ودايما أنت يعني كنا عايزين نتكلم لو في وقت عن تصريحات مارسيلو بييلسة قال تصريحات مهمة جدا يمكن كنا احنا تكلمنا أنا وإنت أحمد من حلقتين عن موضوع إن الكرة تراجعت وما بقاش الأداء فيها المواهب قلت ومساحة الابتكار والإبداع كمان في كرة القدم وقال إن الكرة رايحة بالشكل ده لأن هي مجرد حاجة صناعة تاكتك تنفيذ تعليمات ما بقاش فيه مواهب زي الأول وهو قال حتى وإحنا قلنا بدليل إن ما بقاش فيه حتى لعب رقم 10 اللي هو كان أهم لاعب أو كان مسؤول المتعة عند الجمهور على أرض الملعب لعبت النادي الأهلي بعمدها الشخصية تلعب بشخصية حامل البطل استمد ثقتك من الجمهور الكبير اللي مش هيتأخر وانا واثق عن الحضور والمسندة على أرض الملعب مطلوب منك إنك تقدم الأداء المطلوب تستغل الفرص زي ما حصل في المباراة الأخيرة والنادي الأهلي بعد عودة وسامة أبو علي وأنا بشوف إن من أهم مكاسب النادي الأهلي على المستوى الفردي اتنين عمر كمال عبد الواحد اللي كل ما بيدخله بيشارك دايما بيبقى عنده البصمة وعنده التأثير الإجابي الكبير على أرض الملعب ووسام أبو علي النادي الأهلي افتقد وإحنا تكلمنا وعانى من وجود مهاجم عنده الشخصية دي داخل منطقة الجزاء عنده التحركات وعنده كمان الإجابية على المرمى وسام دايما يا أحمد كل لعبه على الجول يعني دخلت الكرة الهدف المرمى أو ما دخلتش لكن هو دايما بيلعبها في الجول دايما بيتحرك وبيستنى الفرصة من زميل إن حد يحطله زي ما طاهر عمله لتشب في كورة طلاعي الجيش فالنشهة حلوة قوي المباراة الماضية حط المدافع في ظهر واستغلت تمريرة عمر كمان عبد الواحد ولعبها بالمناسبة على المغمد وسام لو شاف عمر ردوان بإحساسه في المكان وده مكسب كبير جدا أعتقد أنه هيكون إن شاء الله ليه دور مهم كبير في مباراة الجمعة القادم مع طبعا لعبت الوسط عودة عمر السلاء عندنا الأدوات والمفاتيح اللي اتمكننا من الفوز وضمان على مستوى السكواد أعتقد أنه الأهلي أكتر جاهزين على مستوى وافرة العناصر على مستوى الفورمال اللي وصل لها أغلب عناصر النادي الأهلي في الثلاث خطوط الثلاث نهاردة بتكلم على إحنا قضينا نص السيزن تقريبا ربيعة وعبد المنعم ومشايليل خط الدفاع لوحدهم النهاردة بيرجع متولي موجود فبالتالي على مستوى الجاهزين أعتقد الأهلي تعالوا بس نقرأ يعني خلينا نقول أنه بالانطباع اللي مش بيتابع يعني بالانطباع كده لما تيجي تتكلم على بيرامد السنة دي تحس أو تتكلم على أهم مفاتيح اللعب أو اللعبة اللي ممكن تكون مصدر قلق بالنسبة لك كأهلاوي في مواجهة الجمعة اللي جاية أغلب الناس هتروح لمصطفى فاتحي أبراهيم عادي لكن الأرقام بتقول حاجة تانية خالص الأرقام بتقول أنه فيستن مايلي والشيبي هم أخطر اتنين مفاتيح لعب في فريق بيرامدس وإنه إقاف الاثنين دول تحديدا يقضي على يعني خمسين أو ستين في المئة من القوة الضربة لفريق بيرامدس نرى معك أرقام الفردية للعبة بيرامدس فيستن مايلي أحرص 13 هدف في ترتيب هو متصدر ترتيب الهدفين في الدول مصري على مستوى الدولي الأرقام دي أو الترتيب ده على مستوى الدول بطولة الدول فيستن مايلي في الأكتر خلي الأرقام قدامنا على الشاشة في الأكتر اللعيبة برضو مساهمة في الأهداف 18 هدف مساهم فيهم هو الترتيب الأول سجل 13 سجل صنع 5 وصنع بالضبط ترتيبه كام على الدول الأول برضو محمد الشيبي صناعة 8 أهداف وترتيبه الأول أكتر لعب صنع أهداف أكتر صنع أهداف الدول بس نأخذ بالنا بينكو سينكا أحمد بيقول الأرقام دي أنه فيرمدز لعب عدد مباريات أكتر من نادي الأهلي يبقى أربعة أنا أريد أن أقول شيئا برضو مهمة جدا أحمد فيستن مايلي متصدر الدوري ب13 هدف من 26 مباراة من 26 مباراة وسامة أبو علي أحرص عنده 8 أهداف من 10 مباراة فقط وده أعتقد يعني نسبة كبيرة جدا جدا لو سامة أبو علي إذن بالضبط لو إذن في المباراة القادمة أعتقد قريب جدا أنه يبقى هو هدف الدوري وده يبقى أن إحنا معنا مهاجب كبير قوي بلاد التوري متوسط التمريرات 61.5 الترتيب التاني الترتيب التاني من حيث متوسط التمريرات على مستوى البطولة مظبوط محمد الشيبي أكثر صناعة فرص مؤكدة 8 كل الفرص اللي هو صناعة كانت مؤكدة الترتيبه التاني صناعة الفرص برضو محمد الشيبي شكل عام 67 فرص والترتيبه الأول وكل الفرص اللي بيعملها الشيبي أغلبها عرضية هو دائما ومميز جدا 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 والحقيقة كرساته كمان دائما لحد لا مش بس ك من أماكن كتير في المرعب يعني يستنىش يوصل على البوكس يعني الحقيقة مميز جدا سواء في الحيث من حيث الكلارات أو من حيث الارتفاع أو من حيث قوة نفسه فيستون ميل إهضارا للفرص و13 وهو الترتيب الأول ودي برضو من ضمن الحاجات الملفدة طبعا هو بضيع فرص كرة جدا لأنه هو بيوصل كتير طالما بيوصل كتير برضو يبقى مزعج مهند لاشين التمرير الطولية 6.7 ترتيبه الأول مستقفة فتحي متوسط المراوغات اتنين الترتيب الثاني يغيب إبراهيم عادل في مباراة الجمعة إلى أي مدى ممكن يأثر أو يلقبط من حسابات بيرامدز في مواجهة الأهل يمكن بيرامدز عنده غيابين مهمين جدا في رأي إبراهيم عادل ورمضان صبحي طبعا رمضان لأزمة آه رمضان كده غير فترة بالضبط قدر بقى يعني بيرامدز لقى ضلته في إبراهيم عادل بعد مشكلة رمضان صبحي وإبراهيم بدأ ينسجم إبراهيم لعيب مماز جدا شفنا مردوده الكبير مع المنتخب الأولمبي في بطولة أفريقيا وحتى في مباريات بيرامدز الأخيرة ولكن شأنه شأن النادي الأهلي النادي الأهلي يعني راح منه عدد من العناصر منهم عنصر أساسي أحمد نبيل كوكا طبعا وبالمثل بيرامدز فده بيفتقد لعب مهم شاب هو مصاب كده كده آه لعب مهم ولكن على مستوى التعويض بقى يا أحمد اختار المدير الفن البرامدز يتعويض غياب إبراهيم عادل بلاعب خارج الحسابات يعني يمكن ممكن حد تاني يروح للاعب يلعب في مركز الجناح عندهم محمود زلاكة المنتقل من سيراميكا لعب مميز جدا شوفناه نزل في مبارات الاتحاد سجل هدف وكان عنده كرة في العرضة وأكتر من انفراض لعب متحرك جدا كمان كان عنده أداء كبير في مبارات الأهلي أمام سيراميكا في مبارات السوبر في الإمارات فلاعب مميز جدا ولاعب مزعج لما بيشارك ولكن الرجل فضل أنه يلعب بفخر لقاي اللي هو أصلا مركزه راس حربة بيشركه كلاعب جناح والمفاجأة أن فخر لقاي مردوده كبير جدا في مركز الجناح أحرز هدف وصنع هدف في مبارات الاتحاد الأخيرة أحرز فخر لقاي بالمناسبة في آخر أربع مبارات لبيراميدز فخر لقاي قدر يسجل أمام الأربع أندية اللي شارك أمامهم في مركز غير مركزه يعني فيستوم مايلي بيشارك كراس حربة رقم تسعة بيلعب وبيسجل ولكن المفاجأة اللي كانت مفاجأة سعيدة آه إعادة توزيف فخر لقاي بالنسبة لبيراميد إعادة توزيف فخر لقاي حتى في وزل لوجود إبراهيم عادل كان فخر لقاي بيشارك في مركز عشرة ودي المفاجأة أن الراجل قدر يستخدم فخر لقاي في مباراتين كراقم عشرة وإدر يسجل واستخدمه كجناح في مباراتين تانيين بعد غياب إبراهيم عادل وإدر اللاعب يسجل من مركز الجناح. فإذن برامدز على أرض الملعب ما عندوش مشكلة شوية في غياب برايم عادل. آه ممكن على مستوى الأسماء. ولكن على مستوى الأداء قدر يعود ده بتوظيف إعادة توظيف فخري لقاي في مركز الجناح. على الرواق الآخر طبعا عندهم مصطفى فتحي. لاعب عنده حتى في الأرقام. لما استعرضنا الأرقام هو عنده مراغتين نجحتين كل مباراة. أغلبهم بتبقى فرص خطيرة بيقدر يعني يراوغ ويروح. بيعمل التكملة داخل منطقة الجزاء. وسط ملعب برامدز لعبة كورة معظمهم. وليد الكارتي كورته كويسة قوي بلاتي توري ومهند لاشين. التلاتة عندهم صفة مشتركة. إن التلاتة لعبة كورة. في المقابل النادي الأهلي على أرض الملعب. وانت دايما نفتكر المقولة الشهيرة اللي كانت بتتقال دايما اللي يمسك نص الملعب هو اللي بيمسك المباراة. فمعارقة وسط الملعب في المباراة دي هتبقى كبيرة جدا بين الثلاسي سواء إمام عشور مروان عطية أكرم توفيق أو أكرم وإمام وعمر الثلاية لو فضل مرسل كولر إنه يستغل الحالة. أنا بفضل أنا أنا بشوف إن الثلاية في الفترة الأخيرة لعب مؤثر جدا استعد مستوى تقريبا مش جزء كبير من المستوى لا استعد 100 في المهم. لكن انت بتشوف الثلاية كورقة تقيلة على البنش يعني بينزل في توقيت معين بيلعب عدد معين من دقائق في نهاية مباراة فده ممكن يكون مسألة أنا أنا بشوف طبعا مش تقليل من السلاية لكن الحصد أقول أنت بتكلم على الريحصل بعد دخوله هو كان مؤثر وفعال جدا ورقة قيلة موجودة جنبك على الدكت تقدر تغير بيها لو هتسألنا عن رأيينا الشخصي أنا بشوف إن السلاية وإمام وفي ظهرهم أكرم أو مروان أنا بشوف إن أكرم ومروان اللي اتنين لعبين جمدين جدا ولكن بشوف عندهم تشابه كبير في الأدوار لأن المركز الأساسي سواء لأكرم أو لمروان هو المركز الرقم ستة نقرأ معاك أحمد قبل ما أسمع رؤيتك برضو يمكن الأرقام دي تساعدنا أكتر وتوضحنا أرقام الفريق بيرامدز بشكل عام يعني الأرقام الجامعية لفريق بيرامدز لعب قد إيه فاز قد إيه معدل استحواز وكل ما يتعلق بفريق بيرامدز الموسم ده تمام بيرامدز لعب سبع عشرين مباراة فاز في واحد وعشرين تعدل في خمسة خسر مباراة واحدة فقط أحرس تسعة واربعين هدف استقبل 17 متوسط الاستحواز 64% ترتيبه الأول في الصدارة متوسط التصويب 5.4 ترتيبه الثاني نظافة الشباك 16 هدف هو ترتيبه الأول صناعة الفرص 65 فرصة الأول أيضا إهضار الفرص 39 الأول أيضا متوسط التمرير ربعمية تسعة واربعين ستة ترتيبه الأول متواصل التمرير التولي 44.3 ترتيبه الأول متواصل العرضيات 5.5 الأول لمس الكرات داخل منطقة الجزاء 754 ترتيبه الأول أيضا استخلاص الكرات من المناطق الدفاعية للمنافس 4.7 ترتيبه الأول دي نقطة مهمة الأخيرة دي تحديدا طبعا مهمة جدا 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 طيب الأرقام دي لها دلالة أنه السنة دي كرة بيراميدز مختلفة يمكن تشوف على مستوى السكواد أو العناصر أنهم افتقدوا أسماء كثيرة جدا كانت مؤثرة أو كانت رهانة عليها كبير لكن على مستوى الجماعة أعتقد يمكن اتطور بيراميدز بشكل كبير جدا هقرأ معاكم طريقة تفكير كولر في المباراة التشكيل أعتقد في حيرة كثيرة عند جماهير النادي الأهلي وعند مرسل كولر ممكن يبدأ إزاي ويبدأ بمين بس خلينا نروح لأرقام الخاصة بتاقم التحكيم ونشوف كده طيب احنا بنتكلم على المباراة الدولية الودية هي مباراة وحيدة في الليجة الأسباني 131 مباراة أنا هبس عادي على أرقام مش هقول بقى الانزارات والكارت الأحمر وكده هو مش ميال قوي للكروت الحمرى يعني لا والله ميال ده في الكاسل أسباني انطلع 16 16 كارت الأحمر في 131 مباراة كوبا دري أو كاسل ملك 27 مباراة الكاسل سوبر حكم مباراة واحدة الليجة اللي هي الليجة تو أو الليجة دوس بيسموها اللي هي الدرجة التانية عندهم حكم فيها 48 مباراة الشامبيونة ناسيونال يعني دي بقى درجة تانية أو ثالثة رصيد كبير جدا من المباراة يعني أشوف أنه طبعا الكروت الحمرى بالنسبة له نوعا ما نسبة تتجاوز تقريبا العشرة في المية من عدد المطشط اللي لعبها فقريبة منه شوية الانزارات يعني متوسط عديد أرقام تقم التحكم أو حكم المباراة اللي هيحكم مباراة طبعا كان عنده إدارة مباراة شهيرة السيزون اللي انتهى ده كان أدار مباراة ريال مدريد وقتلاتكو مدريد يعني يعني نتمنى له التوفيق طبعا إحنا ما نتمناش حاجة غير تحقيق العدال على الأرض الملعب خاصة أن أنت بيتتوافر لديك كل الإمكانات اللي تتمكنك أنك على أرض الملعب ما يبقاش عندك مشاكل ولكن عايز أقول لي أحمد أن الحكام معظم يعني في دول العالم خاصة تحكيم الإنجليزي بصفة خاصة بيعاني والتحكيم على مستوى العالم أنا بشوف أن مشاكل التحكيم حتى الموضوع ده طرح أنا بشوف أن التحكيم الإنجليزي أسوأ أسوأ تحكيم على وجه الأرض وبعد كده يجي بقى أي حكام تانين ده مش غرور الفار عندنا صعبة خارج لدرجة أنت عارف أن لدرجة أن حصل اجتماع بلأندية البريمير ديجل أنها تلغي الفار أصلا لأنها قال لك يعني ما فيش جدوة أصلا ما فيش حاجة تم إضافتها بعد دخول الفار لأن الفار يحمد بيجيب لك الحالة وانت بتتفرجوا بتتبع الدور الإنجليزي ومع ذلك كله بيبقى مجمع على حاجة والحاكم بيحسب حاجة تاني طيب على كل أحوال لنسي النقطة دي ونروح لقرية السيناريو عايز أتكلم مع بلال ومع أحمد في سيناريو المواجهة التشكيل الأفضل أو الأمثل لمارسل كولر فيه زل جهازية كل العناصر وانت بتلعب مع بيرميدز محتاج جدا تحسم اللقاء الأول واعتقد أنه اللقاء الأول هو الأهم وحاسم الأهلي لثلاث نقاط في مطش الجمعة يقربنا بشكل كبير جدا 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 ويبعد فيرميدز كمان في نفس الوقت بشكل كبير عن المنافسة على اللقاء باسمع رأيكم بس اسمحوا لي بعد الفصل كلها للنسيان خلاص كل الأرقام اللي انت شاهدتوها كلها بورتغال إلا هل ممكن لا صعب صعب مستحيل ده كاس العالم حتى ممكن مستحيل بورتغال تلاتة بورتغال موتينيو و سيو سيفن و بيبي الجزار طبعا ممكن يبقى هم التلاتة مدربين مثلا يعني مجاز الفن لا بس أنا أتوقع أن كريسانو هيلعب كاسا عنا في نور 26 26 اه طاقة هو شخصيته يعني القاسة مش بس قاسة كورة دي مش انتصار بقى يعني للفرد على حساب المجموعة لمرونالدو كان فيه مقارنة لطيفة جدا عملها معي محمد مصطفى عبدالقادر السعيد مبارح بين قدت لبس الأرجنتين و قدت لبس البرتغال قد إيه في الأرجنتين يلتف حاليم ميسي كلهم يعني وراء ميسي كلهم عايزين ويبقى ناجح عايزين ويبقى العكس تماما في بورتغال بص احمد داني الحوار ده يعني اتكلمت عنه كتريبا من ثلاث يام كده وعدت افكر هم الف الفرق بين طبعا قدت لبس هنا و قدت لبس هنا و بشوف ان قدت لبس هي سبب في خروج البرتغال في اليورو وفي كاس العالم لان فعلا المتخب البرتغالي اللعبة المتخب البرتغالي كلها متمردين على كريستيانو وده واضح جدا في اغلب التصرحات اللي بتطلع سواء برونو ولا حتى برنادو سنرا لان هم فيه حاجة كبيرة جدا هم شايفين نفسهم يعني اللعبة دي من 4-5 سنين مثلا ما كانش نجوم كبار دلوقتي بقى نجوم كبار وشايفين ان كريستيانو خلاص بالنسبة لهم يعني خلاص انت هم عايزين يقولوا انت هتاخد زملك وزملك في رجحة هم عايزين يقولوا جواهم ان احنا عفكرة احنا نجوم ليه انت دايما عايز جواهم كده انت ليه دايما عايز تاخد انت تلسيط لقطة وتلسيط نفسك بالزبط كده فده بالنسبة لهم مخالي المتخب البرتغال باين جدا ان فيه مشكلة فط اللبس كلهم مش في حاجة واحدة مش زي عكس الاجنتين وعلى فكرة ماتش البرتغال وماتش فرنسا انا قلت ان من اسباب فوز المنتحب الفرنسي لقطة مهمة جدا لقطة خروج مبابي ودي بيانة دور القائد ويعني انا توقعتش خالص ان مبابي ممكن تصرف بدور القائد الكبير ان هو لعب لسه برضو قدامه مستحب كبير واحد من افضل لعب العالم لكن احساسك بالمسئولية وان انت تتفكر في المجموعة ده مهم جدا وهنا خلى في وقت كان فاضل تقريبا نربع ساعة واخد القرار ان هو يخرج لان هو شايف ان هو من اول المباراة مش فافضل حالاته من الوقت ما الكورة اصطدمت بالمسك خلاص هو مش فافضل حالاته وكان بيت جدا تصرف بقصابه هرجع تاني الاهلي وبيلمتز في ظل الجهزية كل بيحلق يعني خليها اتفق انه النهاردة اي حد بيختار تششيل النادي الاهلي حقيقي هيحتار وعلى حسب انت عايز ايه من المباراة اعتقد ان رهان مارس الكولر في المباراة دي زي وزي ايه مباراة على المكسب اتقربوا بشكل كبير جدا من البطولة او من اللقب وشايف المطش ده حتى كمان اهم من المواجهة التانية اللي هتتلاعب بعد المطش ده بعشر تيان التشكيل الامسل وقرأتك لتشكيل او طريقة اللعب اللي تمكن الاهلي من حسم النتيجة في مواجهة بيرامتز بوسي احمد احنا اتكلمنا بكده ان كل مباراة كولر بتعامل معها بالنها المباراة مختلفة عن المباراة اللي قبلها ودي حاجة من اهم مبازات كولر كولر نجح كمان ان هو يخلي قوام النادي الاهلي كله اساسي احنا دلوقتي انا وانت وبلال واي حد تاني اتحدى توقع تشكيل الاهلي يوم الجمعة القادمة ودي حاجة نجح فيها كولر خلي حتى فريق بيرامتز لو انت عاب تذاكر النادي الاهلي هتبقى محتار لانه هو كل مباراة بيغار اتنين او طوالات لعيبة فدي مهمة جدا بتخليك دايما عندك كل القوام بالنسبالك جاهز فكرة ان انت بتختار اللعيبة المناسبة ده مهمة جدا لان انت بتشوف المنافس اللي قدامك ايه نوع ضعفه وهو ايه المشاكل انت ممكن تبناء عليها تختار اللعيبة لان دايما انت بتختار الانسب لكل مباراة مش الافضل ممكن تبقى انت شايف مطلوب منك لكل لعب مهام تنفس بيها طريق لعبك انت ومطلوب في نفس الوقت انك انت تعطل الفريق التاني او تبنعه من هو يعمل جيم عليك وبالمناسبة هي لها برضو علاقة بالمنافس يعني انا ممكن يكون الباك اللي هيلعب في المباراة دي انا بختار ممكن ما يكونش هو يعني فنيا او هجوميا افضل من زميله في نفس المركز ولكن انا شايف ان الراجل الهاف اللي بيلعب في الفريق التاني هو نقطة قوته فانا هحط الباك ده علشان يعطل اهم مفتاح لعب فممكن اروح لكده ممكن انا بشوف ان فيه مثلا الباك العكسي عنده نقطة ضعفة او عنده مشاكل في ظهره في المساحات فانا هلعب الباك الهجوم الطاير زي كارفخال زي اللاعبين دايما الباكات اللي عندها التكملة فكل يعني الموضوع ليه علاقة بامكانات لعبتك وبمستوى المنافس اللي انت هتواجهه انت سيت توكر واخترتك كارفخال لا انا بالنسبة لي كارفخال بالمناسبة باكراي التاريخي يعني عنده خمسة دوري ابطال عنده نسخة كاس عالم عنده لقب يورو وممكن ياخد اللقب التاني فانا بالنسبة لي كارفخال يعني انا بشوف انه من وقت حتى ما كان موجود في ليفاركوزين وقبل ما يرجع ريال مدريد انا كنت بتمنى انه هو يرجع ريال مدريد وانا عصيرته في مسيرته كلها دايما دايما مؤثر سجل في نهاء كاربخال ولا سيرجيو راموس في الباكرايت لا كارفخال طبعا في الباكرايت لا راموس بدأ باكرايت في إشبيلية وبعد كده تحول ولاه ولعب مع ريال مدريد معظم مسيرة راموس كان قلب كاربخال ولا داني ألفش يعني الاثنين لعب عظيمة لا 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 خليك موضوعي انا اختار كارفخال انا اختار كارفخال عنده كاس عالم لعب كاس العالم توج بخمسة دوري أبطال توج بكلمك كالي علاق وليبك من لون التيشرت الوالي مدير رياضي مدير رياضي وقامك اثنين باكرايت واحد اسمه داني ألفش واحد اسمه كاربخال بتشتريهم لنادي اسمه إكس واي زاد ملوش علاقة بالليجا اساسي هتختار مين؟ لو في البدايات لو الاثنين قدامي هم بيبدأوا هختار داني ألفش قبيعي لكن بعد ما شفت مسيرة الاثنين المنتالتي والاستمرارية هختار كاربخال نرجع للتشكيل نرجع للتشكيل والطريقة شايف التشكيل الأمثل لإيقاف خطورة مفاتيح لعب ده عندك الشيبي عندك مصطفى فاتحي عندك بلال شكر جدا في بلاتي توري وعندك في السنمايل اللي هو مصدر خطورة الرئيسي الأربعة دول تقفل أو يعني تقفل عليهم ازاي؟ المباراة دي هتبقى فيها سرع كبير جدا في خط الوسط شوف ان اللي هيقدر يستحوذ على خط الوسط هو اللي هيبقى طبعا المتسايد المباراة وبشوف ان قوة الاهلي ثمانيتين وستة ولا ستة وتمانيتين ستة وتمانيتين طبعا لان انت محتاج تبقى عندك الدور المهاجم الوهمي اللي كولر بيعمله دائما في حالة عدم موجود او فيه مشاكل او فيه بتلعب تكتلات وده حاصل فورات الجيش واستخدم مين طبعا عمر السلية استخدمه كدور المهاجم الوهمي النموذج عمر السلية عمله قبل كده مع حمد فتحي وقبل كده مع ديانج فده دور مهم جدا الدور هو بيعمل دور مزدوج شوية دور سواء الدور المهاجم الوهمي التاني وفي الوقت بيعمل دور رعب كلاقم تمانية اللي هو بيأمن كويس جدا وبيدافع وعمر السلية عنده ميزة مهمة جدا انه بيسدد كويس ودايما تزداته كلها سليمة وده مهم جدا بشوف ان قوة بيرامتس اكتر حاجة برغم طبعا الارقام اللي احنا عرضناها لكن الارقام دائما بتبقى غير اللي في المرعة الارقام طبعا يبقى ان احنا قدام اربع لعيبة مهمين جدا لكن اخطر اللعيبة اللي موجودين في بيرامتس مصطفى فتحي اعتقد كسب بيرامتس في الاربع تاشر المباراة الاخيرة تقريبا ستة اصابة مباراة من حلول فردية ادر يعدي من واحد على واحد وادر يعمل الفارق في مباراة كثيرة جدا هو لعب موهوب عنده مكانات كبيرة جدا واشوف انه مصدر خطورة محتاج كلر يفكر في كريم فؤاد ولا في اسماء تانية ممكن تكون لا كريم فؤاد طبعا هو اخذ السكة وهو بيصق فيه واللعب اللي قدر يصق فيه في مباراة نهاية افريقية اعتقد يبقى يصق فيه في مباراة تحديد بطل الدوري دي حاجة طبعا منطقية جدا وكريم فؤاد كان وقتا ما هو راهن عليه في مباراة نهاية افريقية مكانش هو كمان لسه في اول مباراة وكان مباراة طبعا قوية جدا دلوقتي كريم فؤاد نقولنا اتحرر بقى متعلق اخذ السكة واعتقد كريم فؤاد عنده بيصة مهمة جدا من اللعبة او الباكات المفترقص بسهولة ان هو سريع وقوي ودائما كده يقولك المدافع ده رخم شوية بيجي لك تاني حتى لو فكرت فترقصة فشوف ان كريم فؤاد لا يقدر قادر على اقاف خطورة مصطفى فتحي هني ولا عمر كمال وجهة نظر انا عمر كمال بلال يا عمر ولا هني ولا عمتا بشكل عام اه يعني بشوف في المركز ده لا يعني انا بشوف سنت بعد ما قلت كربخال بصراحة بقيت بقى لا 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 انا انحيازي دايما يعني بعيدا عن المستوى الفني للمنتالية اكتر يعني انا بشوف ان منتالية كربخال رغم ممكن يكون امكانياته خلينا ف عمر كمال هان يولا انا بشوف ان عمر كمال انا بشوف ان عمر كمال طبعا افضل باكرايت مع الشيبي يعني انا بشوف ان الاثنين عندهم اداء كبير جدا عندهم على مستوى حتى المساهمات في الاهدف عمر تقريبا فاز بجائزة رجل المباراة وشارك وصنع في عدد أولا الممبارات بعد انضمامه آه ما بقولك سجل وصنع في عدد أولا أو حتى انضمامه للنادي الأهلي من وقت انضمامه للنادي الأهلي في يناير فهنا بشوف أن عمر عامل كبير جدا لانتصارات النادي الأهلي في المبارات التي أشارك فيها وبشوف أن عنده أفضلية يوم الجمعة أنه يبدأ كحل هجومي وورقة كبيرة جدا هتشكل ضغط كبير على الجبهة اليسرى في برامدز اللي بي موجود فيها بالمناسبة كمان لعب ما تكلمناش عنه كتير هو الظاهر الأيصر الأساسي لمنتخب مصر محمد حمدي لعب عنده سرعة وعنده انطلقات وعنده خفة حركة فأعتقد أن عمر كمال في الظاهر الأيمن هيكون نقطة كوة كبيرة جدا للنادي الأهلي عمر السلية يمكن إحنا لما نيجي نتكلم عن عمر وأداء الواجب الهجومي يا أحمد هتشوف أن عمر السلية في كرة الهدف الأول في مبارات الجيش الأخيرة تواجد عمر السلية في المنطقة دي هو يعني تواجد عبقاري إمام عشور اللاعب اللي معه الكرة وأكرم توفيق جنبه اتنين من اللاعب خط الوسط فاللعب الثالث ممكن الحل التقليدي أنه هو يقف أو ينتشر حوالين الكرة خارج منطقة الجزاء ولكن بعبقارية التواجد وبالإحساس بالمكان عمر السلية العبي عنده خبرات كبيرة جدا دخل جول سكس يارد واستثمر تصويب إمام عشور زي ما عمل ليونيل ميس اللي كنا لسه بنتكلم عنه في الفاصل في مبارات الأمس في مبارات كندا اللاعب بيصوب وهو غير مصار الكرة عمر السلية أيضا قدر يستثمر تصويب إمام عشور فعمر السلية وجوده داخل منطقة الجزاء سواء في المبارات الأخيرة أو بشكل عام هيعمل إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي وده ما يقللش من مروان عطية لو شارك مروان بجوار أكرم اللي اتنين شاركوا مع بعض قبل كده وعملوا مباريات كبيرة ده كله هيكون وفق رؤية مارس الكولر لكن الانطباع اللي احنا هناخده وقت إعلان التشكيل هيديك إحساس شوية بأن مارس الكولر عايز إيه من الشط الأول على الأقل يعني انت لو شفت التشكيل في الشط الأول ولقيت فيه مروان وأكرم ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر مثلا فانت عندك رباعي انت ممكن يديك انطباع شوية أن مارس الكولر متحفز عايز يخرج بالشط الأول شوية يكسب وقت في المباراة وبعدين يستخدم الأوراق اللي على الدكة في الإجهاز على المنافس وتحقيق مكسب عكس تماما لو شفت في التشكيل عمر كمال عبدالواحد وعمر السلية وبرسيتاو مثلا الثلاثة ده تحديدا هيديك انطباعا أن النادي الأهلي نازل يهاجم وانت دايما نحن بناخد الانطباع دايما من التشكيل لحد ما على أرض الملعب يترجم اللعيبة الكلام ده للواقع يعني سريعا جدا النقاط ضعف بيرامدز من وجهة نظرك خط الظهر طبعا خط الظهر عند بيرامدز عنده مشاكل كبيرة جدا وكمان محمد الشناوي عنده مشكلة كبيرة جدا في التصويب أحمد الشناوي عنده مشكلة كبيرة جدا في التصويب وأعتقد أن التصويب عليه وإحنا في أكتر مباراة مع فريق بيرامدز قدرنا نقصة فريق بيرامدز من تصويبات على أحمد الشناوي وأنا في بعض المباراة الأخيرة التي تبعتها 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 كلها بتفاصيل لكن فيها أوهات بتابعة حتى الهائلايتس أخطأه كمان كترة تأملها كتير جدا حتى فيه هدف دخل فيه في مباراة المقاولين يعني كان من مسافة بعيدة جدا وفاول أعتقد كان التعامل معاه طبعا كان فيه خطأ كبير فأشوف أن أحمد الشناوي أعتقد هو اللي سجد جزيفه وشايعه فأشوف أن أحمد الشناوي عنده مشاكل في التصويب وأعتقد نادي الأهلي ومارسير كولر هيزاكي فريق بيرامدز وهيدي تعليمات لإمام عشور وعمر السولية بالأخص أنهم اتنين مميزين جدا في التصويب والتزديدات عشان يصويبوا كتير جدا على فريق بيرامدز خط الظهر عندهم بطء كبير جدا 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 مهارة وسرعة واسعة أبو عالي هتبقى مزعجة لهم ولازم الناد الأهلي يضغط على فريق بيرامدز كولر لو قرر أنه هو يقسم المباراة ويعمل زي ما بلالي يقول أنه هو يخلى المباراة ويبدأ بتشكيل متوازن في الشرط الأولاني أنا بشوف أن ده ممكن يكون مش في مصطحة الأهلي ومي كانفك هدف؟ بالضبط أن فريق بيرامدز فريق خطير دلوقتي وعنده سرقة كبيرة جدا مكتسبة من المبارات الأخيرة فبشوف أن البداية مهمة جدا في مبارات القوية البدايات هي أهم حاجة البداية بتنزل تضغط على المنافس أولا لازم تأديده إحساسا أن أنت لازل ما فيش حل قدامك غير المكسب وهم عندهم أخطاء فريق بيرامدز خط الظهر بإخص ودائما شوفنا مبارات كتير جدا وعطاك خط الظهر بيرامدز ما تغيرش من سنوات كتير جدا فلو تضغط عليه هتقدر ساعتها تغلطه وعندك اللعيبة بتقدر تعمل كده كويس سواء عبدالقادر سواء حسين الشحات سواء وسام أبو علي وطهر محمد طهر برضو بشوف أنه هو من وقت مبارات الجيش وهو بيقدم مستوى كبير وعنده السرعات فالنادي الأهلي لو قدر يضغط على فريق بيرامدز هيغلطهم في بداية المبارات اتمنى التوفيق إن شاء الله ورهان كبير جدا مرة تانية بالإضافة طبعا لثقاتنا في سكواد الأهلي وفي النجوم اللي أقدم لنا الحقيقة تبلغات الفترة الأخيرة تطمن على الجاي بأكد على المباراة مهمة صعبة وبأكد كمان جدا جدا وراهان كمان على دور الجمهور اللي هيبقى حاضر في ملعب المباراة إن شاء الله يوم الجمعة كل التوفيق للأهلي إن شاء الله في مواجهة بيرامدز أختم معاكم بالمقارنة اللي احنا مجهزينها بين تجربة إيطاليا التي كانت هو إسبانيا زي ما أنا قلت التي أصبح إيطاليا اللي في يوم العالم كانت دايما منافس بطل عالم منافس على كل الألقاب والبطولات اللي بيلعبوا فيها كيف أصبحت غائبة مفلسة غير قادرة حتى على مجرد التأهل لكاس العالم وإسبانيا اللي حققت في السنوات الأخيرة إنجازات كبيرة جدا والنهار ده بتشوفها الحقيقة بتعيد أمجاد الجيل الدهبي اللي حققت بطولة كاس العالم عشرين عشر مقارنة لطيفة بالأرقام كده زي ما احنا شايفينها على الشاشة ده على مستوى البرات اللي هي على الشمال خالص دي عدد الأندية المسجلة في إسبانيا اللي بالأزرق ده في 2009 اللي بالأورنج أو البرتقالي في 2013 اللي بالجري أو الرمادي في 2017 ثم اللي بالأصفر في 2021 ده عدد الأندية الخاصة بممارسة رياضة قرط القدم في إسبانيا على مدار الأربع مراحل دول من 2009 ل2021 إزاي طور الأرقام من 15 ألف في 2009 لحوالي 20 ألف في 2013 2017 نفس الرقم وصلنا في 2021 لتلاتين ألف رقم رهيق رهيب في خلال نتكلم تقريبا في 12 سنة مؤشرات يعني ده دايما دايما الأرقام يا أحمد بتدي دلالة وبتدي مؤشر للحادة الفنية يعني يمكن آه الأرقام مش كل حاجة ولكن ده على مستوى الأندية ده على مستوى عدد اللاعبين المسجلين اللي بمارسوا كرط القدم برضو في إسبانيا بنتكلم في 2009 بنتكلم في حوالي أقل من 800 ألف زاد الرقم لـ 800 في 2013 وصل في 2017 تقريبا للمليون وفي 21 يمكن وصل لحوالي 900 ألف ففي 2022 وصل الرقم ده لمليون ومئة لعب مسجلين في اتحاد كرط القدم الأسباني نحن عندنا كان محترف عندنا في الوقت سبع محترفين سبع بيجي منهم ثلاثة الحمد لله نروح نشوف إيطاليا تعالوا نشوف الوضع في إيطاليا إذا كانت أسبانيا فيها تطور على مدار 12 سنة وده في عمر التخطيط لكرة القدم يعني فترة صويرة جدا إيطاليا إيه اللي حصل عندها بعد ما كانت أنديتها هي الأهم والأبرز على مستوى أوروبا الميلان الإنتر اليوفي اختخب إيطاليا في كاس العالم عدد الأندال المحترفة في إيطاليا معاك يا أحمد اه معاك في 2011 كان 470 في 2019 بقى 455 تراجع العدد طبعا والأندير هو في 2011 كان 17 ألف بقى في 2019 13 ألف ونص تراجع بردو الرقم طبعا رقم كبير بردو لعبين المسجلين في 2011 كان 670 ألف لعب لعبين المسجلين في 2019 بقى 690 طبعا واضح جدا أن خفاض كبير جدا في الكرة الإيطالية وفي إيطاليا وده يبين طبعا أن عمر النجاح ما بيجيش صدفة اللي شفناه منتخب الأسباني اللي وصله وصله دلوقتي فيه نهاية ديورو بيبينة ديه القرى الأسبانية والتخطيط مهم جدا بيوصل لك أن أنت دائما حتى لما تبص للمدى البعيد بتلاقي نفسها عندما تيجي تجيب الأرقام ديه تقول النجاح طبيعي جدا ومنطقي لكن اللي بيحصل مع المنتخب إيطالي أو في إيطاليا واضح جدا أن هناك ما فيش تخطيط دائما عندهم مشاكل وفكرة مراهنات هل ممكن نجاح إسبانيا اللي شوفناه ده ممكن يكون وليد صدفة لا عمرو ما يكون وليد صدفة يعني بص أنا 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 معاك لو وليد صدفة لو هو اختار أفضل العناصر وعمل بيها تشكيلة منتخب حتى لو قبل الانطلاق المنديال بشهر أو بشهر احنا اتكلمنا عبليكا عن تجربة سكلوني مع منتخب الأرجنتين وهي دي جات وليد صدفة شوية لكن مثلا يعني في مثلا النجاح دنمرك في نسخة من نسخ اليورو كان وليد صدفة لكن أسبانيا لأ ما احنا اتكلمنا في بداية الحلقة وقلنا ان ده مدرب الناشئين ومدرب الشباب ولعيبة شباب لعيبة صغيرة يعني لك أن تتخلل من نادي زي ريال سوسيداد مثلا موجود في سكواد منتخب الأسبانيا تقريبا خمس أو ست لعبين من ريال سوسيداد موجود منهم في التشكيل الأساسي لمنتخب أسبانيا تلات لعبين بيشاركوا في كل مباراة المنتخب الأسباني فدي مش وليد صدفة لما تجيب لعيبة من نادي سوسيداد وتشريكم وتقدر تعمل بيهم الحالة دي فده نجاح كبير بالإضافة لمن أحرز هدف وهو عنده 15 سنة في المنتخب الفرنسي بنفس الطريقة اللي أحرز بها الهدف مبارح فيه هو بالمناسبة هدف مبارح حدته كأصغر من سجل في بطولة اليورو وأفضل من حصل على لقب ركل المباراة في بطولة اليورو فضله يبقى أصغر من توج باليورو يعني يوم الحد إن شاء الله صحيح هولندا تبقى بطلة اليورو دي تبقى قمة المفاجأة قمة المفاجأة أشكركم شكرا جزيلا أحمد مصطفى بن المحصن شرفتونا ونورتونا نشكرك طبعا أحمد وفي اختام الحلقة عايزين نتوجه بس بالعزاء لأسرة اللاعب طبعا أحمد رفعت ربنا رب يرحمه ويعني أنا عايز أقول رسالة للسادة المشاهدين مباراة كنا في عزاء أحمد رفعت لعبي جميع الأندية أهلي زمالك بيرامدز المسؤولين الكل موجود لكل الحزن بيكتسي الجميع نتمنى لفترة الجاية أن نراعي حرمة الموت شوية ونسيب اللاعب وندعيله كلنا بالرحمة والمغفرة ويعني نتمنى ما يبقاش الترند والحاجة كمان حتى في موضوع الموت وربنا يرحم أحمد يرده ويحسن إليه اللهم أمين شكرا لكم على وجودكم معنا شكرا لحضراتكم على المتابعة كل التوفيق للأهلي إن شاء الله ونتقابل في حلقة جديدة من السادسة إن شاء الله مع عبدالي الأسبوع اللي جاي نكون منحتفل بها بأهم ثلاث نقاط في مشوار الندي الأهلي في المنافسة على بطولة الدوري الموسم ده شكرا لكم